انضم لنا ضيفنا في الستوديو طبعا هنتكلم أكثر عن مجال تطوير البرمجيات عشان نقدم خدمات بتبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت ضيفنا طارق خرسان مدير مبيعات إقليمية هل وسهلا فيك معنا أستاذ طارق حياة كله يعني شفنا هذا الفيديو طبعا هذا الفيديو لما نشر على مواقع التواصل اجتماعي أثار يعني ضجة الناس قاعدة يقول من جد ممكن يصير كذا من جد أصلا صار كذا فالسؤال هل من المتوقع أنه في المستقبل القريب نشوف عادي كذا نطلب ويجينا الطلبية من السطح من سطح البيت نزلنا من سطح الفيديو طبيعي تتوقع هذا الشيء نحن بزمن التكنولوجيا والتطور هيدا على كيد عم نشوف سيارات عم نطير ما بستغرب أنه تكون خيمة التواصيل لصير نفس الطريقة هلأ في تجارب نهائية على روبوت وطائرات بلا طيار لتوصيل الطلبات هذا بأكد قدنا نحن بهذا المجال ومن أهم المجالات حاليا بالمنطقة في منطقتنا فالتطور اللي عم بيكون تطور لمسبوك وسريع هجرب نعطيكم مثال ممتاز ممكن تتوقع دخل النمو تطلبات الأكل يعني طلبات الدليفيري عبر التطبيقات ممكن تتوقع قد بالمملكة العربية السعودية وفي الإمارات الدخل طبات تطبيقات كم؟ هلأ في المملكة العربية السعودية في 2022 متوقع لنهاية السنة 4.7 مليار دولار وفي الإمارات 1.9 مليار دولار نحكي بقطاع يتحكم بكثير من السوق كمان النمو المتوقع هو الأهم النمو المتوقع للسعودية بحدود 11.1 بالمئة بالسنة النمو المتوقع للإمارات 6.9 بالمئة نسب كبيرة جدا عم تحكي برقام كتير كبير هيدا اللي بيخلي المجال ومن أهم المجالات حاليا اللي عم بيصلت الضوء عليه ممتاز احنا في السعودية تحديداً نعتمد كثير على مثل هذه الخدمات وعلى التقنيات وأيضاً تحديداً على تقنيات توصيل الطعام صحيح فكيف تشوف مستقبل هذا المجال الكبير واللي يعتقد أنه يعني معقد وتفاصيله ستكون قريباً أكثر ومتطورة أكثر قطاع التعام habtحش من أهم العام خاليا بقطاع الخدمة التوصيل خدمة التوصيل كل مجال أنا أكد الأخير وإمكاننا سوف نرى في هذا القطاع الحد embroidered هذه هي تم شكراً المجال و stool داخله ممكن يقديم بأهم القطاعات كما كل رأيك ولكن بإمكاننا تحديما من permitir المرحلة الداخلية التي تصبح بقلب المطعم والمرحلة الخالجية التي نسميها اللاست مايل والأخير وهي خدمة التوصيل المرحلة الأولى شركات دخلت سوق العالمية وقدرت تجد الحل وصرعت كل البروزس لبقلب المطعم داخلي المرحلة الثانية وهي خدمة التوصيل هي أكثر كلفة وفي نفس الوقت أكثر تهلاكاً للوقت فمشان هيك كل الشركات عم تحاول تلاقي الحل لتسرع عملية توصيل الأوردر توصيل الطلب ومنفس الوقت كلفة أقل لترضي شخصين أسرع وقت أنت بتمبسط ووصل لك الأوردر اللي عندك لأكل وقت أسرع وكلفة أقل صاحب المطعم بيمبسط معا بيتكلف عليه أدمر كناف عليه قبل طيب ساد طارق غير موضوع سرعة التوصيل وسرعة الطلب الآن زي ما ذكرت أنه في عندنا كثير من الشركات اللي قاعدة تظهر أيضاً جديدة كل مرة نسمع أنه في شركة بدأت تدخل هذا المجال كمنافسة كفكر تنافسي بين هذه الشركات إيش هي المعايير أبرز المعايير اللي لازم يلتفتو لها عشان المستهلك يختار شركان الثانية هلأ بخدمة التوصيل خدمة التوصيل عادة بتكون مع التواصل مع صاحب المنشأة أو صاحب المحل أكتر من العميل اللي هو الشخص اللي طلب الأوردن الأهم شيء الدقة بالوقت هلأ نحن بزمن السرعة بزمن الوقت قد يكون في دقة بالوقت وهذه ما بيكون في مشاكل مع الشركات اللي عم بتفوت على السوق كل ما عم بتكون عم بتربح الزبائن عم بتكون أكتر عم تفرض سيطرتها بالسوق بنفس الوقت عم بتوصل عم بتوصل للمحل المرجولة ممتاز أنا بغى شوية ندخل في مسألة التقنية ونتحدث عنها بشكل أكبر اليوم وين وصلنا وصلنا لأنه فعلا في شخص يستطيع أن يركب كله بعض وتتجارب أوكي كله بعض وتتجارب بس نحن بالتجارب النهائية يعني حتى الروبو بتتجارب النهائية بالدرون اللي هو الطائر بلا طيار كمان بتجارب النهائية يعني ممكن بكرا نشوف فعلا وانت ما شاهد الشارع فجأة 500 درون طائر يوصلون طلبات مستبعد عشان نرتاح من زحمة مستبعد مش مستبعد بس ما راح تصاقعون منزلون علينا مين تتحمل شركات تميل تتحمل السيارة بصير عندهم سيجنال وإشارات فوق والضبط والضبط هذا المجال مجال واسع ومكما قالت لك مجال واسع وبتطور ومستمر اللي حنشوفه قريبا هو قدي نحن قبل كنت هلأ بتطلب طلب قبل من خمس سنين بده ساعة ساعة وعش داية لو وصل عندك 60 إلى 70 داية لو يوصل الأكل لعندك هلأ صارت شركات عم تتحدى بين 30 إلى 40 ديئة صحيح وبعد هلأ حصير في تحدي أكتر سرعة سرعة تحضير الأكل وسرعة التوصيل فنحن سرنا نحكي هلأ بتحديات أكبر بكتير هذا عصر السرعة شكرا جزيلا لك الأستاذ طارق الخرسان مدير مبيعات الإقليمي وعلى كل هذه المعلومات نورتنا وإن شاء الله لو شفنا الدرون تكلمك وتشرف دغر حكينا شكرا لك شكرا لك شكرا لك